اهلا بكم اعزائي المتابعين معكم الدكتور تامر ابتدينا نتكلم عن مضادات التجلط او الانتي كواجولانس وعملنا الحلقة الاولى الحلقة اللي فاتت مهمة جدا لازم تشوفها لاننا اتكلمنا فيها اولا عن ازاي الجلطة بتتكون كواجوليشان كاسكيد وتكلمنا عن تحليل السيولة وتكلمنا عن انديكيشنز فور انتي كواجوليشنز هي دواعي استعمال مضادات التجلط بشكل عام كده وابتدينا نتكلم عن الادوية نفسها وتكلمنا في الحلقة اللي فاتت دي عن الهيبرين الهيبرين بانواعه وفي الحلقة دي الحلقة التانية هنكمل الادوية وهنتكلم في حلقتنا النهاردة عن الوارفرين او الماريفان اسم التجاري المشهور ماريفان وان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم بقى عن مضادات التجلط الجديدة المهمة اللي مستقبلها لسه جاي وبعد كده هنعمل حلقة عن الكلينيكل ان شاء الله ازاي نختار النوع المناسب للعيان بتاعنا والمدة قد ايه والحاجات دي وما تنساش في البداية اعمل اللي لايك للفيديو الوارفرين او المشهور باسم ماريفان ده احد مضادات التجلط اللي تستخدم عن طريق الفم اقراس هي مشهورة تلاقيها في السوق منها تركيزات واحد وثلاثة وخمسة والمفروض ان فيه تركيزات من واحد لحد عشرة لكن الاشهر يعني عندنا واحد وثلاثة وخمسة ميلي جرام طبعا الماريفان او الوارفرين ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل عن طريق انه بيقلل تكوين عوامل تجلط المعتمدة على فيتامين كاف شوف الحلقة الاول عشان تعرف وبالتالي بيمنع الجلطات عشان كده بيقولوا عليه فيتامين كي انتاجونست مضاد لفيتامين كاف في كي اي والوارفرين او الماريفان يعتبر من الادوية طويلة المفعول تديها للعيان تشتغل ببطء لكن تقعد فترة طويلة ودي قد تكون ميزة وقد تكون عيب بتكون عيب لما تكون عايز تبدأ مضاد للتجلط فورا للعيان فعشان كده في الحالة دي بنبدأ معاه هيبرين في حالات معينة هنعرفها مع بعض لان الماريفان بياخد وقت كبير على ما يشتغل وايضا قد يكون عيب فين؟ لما يكون العيان هيعمل عملية فالانتيكواجولانت افكت اللي هو تأثيره كمضاد للتجلط بيكون مستمر لفترة كبيرة فعشان كده لازم نوقفه قبل العملية بخمس ايام ونبدل لحاجة قصيرة المفعول فدي تعتبر عيب شوية لكن الميزة في حتة انه طويل المفعول ان العيان لو نسي القرص مرة ممكن ده ما يقصرش عليه وما يقصرش على التأثير بتاعه بخلاف الأدوية الجديدة اللي العيان لازم يكون ملتزم بها تماما لو نسي قرص يعتبر بقى في عرضة للجلطات عشان نسي قرص واحد أما الماريفان ممتد المفعول وعلى الرغم من شهرة الوارفرن أو الماريفان واستخدامه اللي كان واسع جدا دلوقتي مضادات التغلط الجديدة عمالة تاخد مكانه في معظم الأحوال يعني يعتبر الماريفان ما بقاش يستخدم إلا في حالتين ولا تلاتة مثلا زي حالات الميكانيكال بروسيتيك فالف عيان مركب صمام صناعي في القلب ده لازم ياخد ماريفان أو وارفرق أو عيان عنده فالفلر هارت ديزيز في معظم الحالات بياخد ماريفان أو وارفرق عيان عنده مشكلة في صمامات القلب في الغالب بياخد ماريفان لكن في غير كده الأدوية الجديدة خدت مكان الماريفان وخدت مكان الهيبارين كمان في معظم الحالات ويمكن ده بسبب مشاكل الماريفان شوية وإنه محتاج مونيتورينج محتاج ان احنا نرائب تأثيره باستمرار ويمكن كمان بسبب تفاعلاته الدوائية الكتيرة بيتفاعل مع أدوية كتير جدا زي ما هنعرف بعد شوية وحتى مع بعض الأطعمة ممكن تأثر على الماريفان وعلى تأثيره عشان كده دواعي استعماله زي ما بنقول بدأت تقل جدا لكن هنقول دلوقتي في العموم كده ايه هي دواعي استعمال الوارفرين او الماريفان ممكن نستخدم الوارفرين او الماريفان في دواعي الاستعمال في علاج الفينس ثرمبو امبوليزم او البلموناري امبوليزم يعني واحد جاله جلطة في رجله بسبب انه كان رائد مثلا او كان عامل عملية وما تحركش وهكذا فجاله جلطة في رجله او جاله جلطات في الشرايين الرئوية بتاعة الرئة ممكن تدي له ماريفان في العلاج لكن زي ما قلت لك الادوية الجديدة خدت مكانه حتى هنا لكن في العموم لو كنا بنديه فكنا بنبدأ للعيان مثلا من اتنين لخمسة ميلي جرام يوميا لمدة يومين وبعد كده نقيس الانر الانر ده هو اللي بنتابع به التحليل اللي بنتابع به تأثير الماريفان لحد ما يوصل من اتنين لتلاتة ونصبت الجرعة بتاعتنا على كده يعني ممكن نزود الجرعة او نقللها لحد ما نصبت الانر من اتنين لتلاتة لكن لازم نكون بدأنا معاه او قبله هيبرين زي ما قلنا ده مفعوله بطيء وممتد فلازم نكون حاجة سريعة في البداية معاه فممكن نبدأ في البداية معاه او قبله سواء انفركشنيتد هيبرين او لو ملوك لارويت هيبرين على حسب الحالة ومش بنوقف الهيبرين ده الا لو كان عدى خمس ايام على الاقل وكان الانر مزبوط على الاقل للمدة يومين وربعات ومدة الانتيكواجيوليشن في العيان ده في الغالب بتبقى ثلاث شهور لو كان السبب معروف كان رائد فحصل له جلطة فعارفين السبب اما لو كان غير معروف او الجلطة بتتكرر فممكن الانتيكواجيوليشن ده يمتد كمان من دواعي استعمال المريفان ان احنا ممكن نديه في بعض حالات الاف اتريال فيبروليشن او الرجفان الاوزيني وفي فيديو عن الاتريال فيبروليشن تقدر تشوفه وبرضو الاي انر عايزينه من اتنين لتلاتة كمان طبعا الكاردياك فالف ربليسمينت عيان مغير سمام في القلب ده اساسي يعتبر هو ده للوقتي الانديكيشن بتاع المريفان وفي معظم الاحوال بنحتاج الاي انر يكون من اتنين ونص لتلاتة ونص وطبعا في البداية تستخدامه زي ما قلنا لازم نستخدم حاجة زي الهيبرين تكون سريعة المفعول معاه كمان من دواعي استعماله ان احنا ممكن نستخدمه ما بعد جلطة القلب بوست ام اي وبعد دواعي الاستعمال الاخرى يعني مش بشكل مصرح به بس بيستخدم ساعات لكن عموما زي ما قلتلك هي معظم الاحوال اللي بنستخدمها دلوقتي هو وكمان عيان عنده مشكلة في السمامات ومحتاج مضادات تجلط في الحالة دي ممكن نستخدم الماريفان لو جينا نتكلم عن المونيتورينج بنعمل مراقبة لتأثير الماريفان ازاي خلاص بتحليل اي ان ار والمراقبة او المونيتورينج ده مهم جدا في العيان اللي بياخد ماريفان لازم يعمل مراقبة او منوتورينج في بداية الاستخدام بنعمله اي ان ار كل يوم لو هو في المستشفى لحد ما نوصل للتارجت بتاعنا بعد كده ممكن نطول المسافات شوية لو الحالة استكرت وال اي ان ار استكرت لدرجة ان هو لو خرج البيت ومشي على الماريفان ممكن نخليه يعمله كل شهر كل شهرين ممكن توصل لكل ثلاث شهور يعمل اي ان ار مرة وفي حالة تانية نخليه على فترات متقربة على حسب حالة العيان ومشاكله في معظم الاحوال بنبقى عايزين الاي ان ار من اتنين لتلاتة ما عدا لو العيان مركب ميكانيكال بروسيتيك فالف سمام صناعي في القلب في الغالب بيبقى من اتنين ونص لتلاتة ونص اعرفها لو جينا نتكلم ايه هي الاعراض الجانبية او السايد ايفكس بتاعة الورفرين او الماريفان مضادات التجلط عموما اول حاجة هي بليدينج النزف مع اي مضادات للتجلط تانية حاجة انه ممكن يعمل شوية جي اي تي ممكن يعمل نوجيا يعني يعمل غثيان قيء ممكن يعمل انتفاخات بعض المشاكل كده بتاعة الجهاز الهضمي وممكن يغير احساس الطعم شوية كمان في شوية مضاعفات او سايد قليل جدا بس تبقى عارفها عشان لو شفتها صدفة او جات لك في امتحان او حاجة زي مثلا حاجة اسمها اللي هي العيان صوابع رجليه ورجليه كده تبقى لونها بنفسجي وتضغط عليها يحصل لها يعني المنطقة اللي تضغط عليها تختفي تبقى بيضة كمان من المضاعفات دي حاجة اسمها ودي حالة خطيرة جدا بتحصل في الجلد وقد تؤدي الى الوفاء بيحصل قرح في الجلد ويبدأ يحصل فيها نكروزيس وتيشوم نكروزيس ويحصل غرغرينة وغالبا الموضوع ده بيبقى خطر جدا جدا وعلاجه لو حصل ان انت بتوقف الوفرين وبتدي فريش فروزن بلازما وفيتامين كاف وممكن تدي مضادات تجلط من نوع تاني اذا كان العيان لسه محتاج مضادات تجلط كمان ممكن يحصل حاجة اسمها اللي هو ترصب الكالسيوم في الاوعية الدموية بتاعة اي جزء من جسم الانسان غالبا بيتشاف في الجلد اولا لكنه هو بيترسب في اي جزء ممكن في الكلا فيعمل فشل كلوي ممكن في البنكرياس ممكن في شرايين القلب في اي جزء من جسم الانسان وبرده دي حالة خطر جدا لكنها حاجات نادرة زي ما قلنا لو حصلت العلاج بتاعها بيبقى سابورتف تريتمنت ممكن هايبر بريك اكسجين ثيرابي العلاج بالاكسجين تحت ضغط عالي ايفي سوديوم ثايوف سالفيت وتصحيح ارتفاع الكالسيوم وارتفاع الفوسفرس وفي بعض الحالات ممكن نعمل بقارة ثايريدوكتومي لكن الحاجات دي اصلا نادرة جدا زي ما قلتلك لو جينا نتكلم على ريفيرسل اوف اكشن او التوكسيستي لو عيان خد ماريفان وبدأ ينزف ندي له ايه عشان نوقف النزيف ده النزيف بيحصل غالبا بعد الاي ان ار مايعدي خمسة وانت طالع وفي حالة النزيف بنوقف الماريفان ونقيم العيان لو العيان النزيف بتاعه جديد ممكن ندي فيتامين كاف يعتبر ده الانتي دوت بتاع الورفرين ولو النزيف ده شديد قوي فممكن ندي للعيان فريش فروزن بلازما او بروث رومبين كومبليكس كونسنتريت ايه هي الكنترا انديكيشنز او موانع استعمال الورفرين او الماريفان امتى ما نديش للعيان ماريفان رقم واحد لو فيها هيبر سنسيديفتي العيان عنده حساسية منه خده حصله انفلاكسيز او حصله سيفير ري اكشنز منه ما ياخدوش عيان عنده اكتف بليدنج العيان عمال ينزف بالفعل مش هينفع نديله ماريفان عيان عامل عملية في العين او عملية كبيرة في المخ او عامل عملية كبيرة فيها عنده مناطق كتيرة متفتحة مش هنديله ماريفان عيانة عندها عندها اجهاد منذر او عندها اللي هو تسمم الحمل ماينفعش تاخد ماريفان الحمل نفسه عيانة حامل ماينفعش تاخد ماريفان إلا في حالة العيانة مركبها صمام صناعي ورغم ان الماريفان خطر عليها وبيعدي المشيمة بيعدي البلاسنتا ويوصل للطفل وممكن يعمل مشاكل كبيرة زي الاجهاض ولادة مبكرة موت الطفل في بطن الام وغيرها من المشاكل الى انه يستخدم طبقا لمبدأ وزن الضرر قصاد المنفعة يعني كل اضراره دي ممكن يشفع لها النفع بتاعه ودوره في الوقاية من الثرومبوامبوليزم من الميكانيكال فالف ده او من الصمام الصناعي ده لازم نحمي الام من الجلطات فممكن نديها الماريفان ده وقت الحمل رغم انه ممنوع وطبعا بنبعد عن اول ثلاث شهور في الحمل وبنبعد كمان لما معاد الولادة يكون قرب وطبعا هنبقى نتكلم بتفاصيل اكتر عن موضوع الانتيكواجيوليشن مع الحمل في الفيديو بتاع الكلينيكل ان شاء الله كمان ما بنستخدموش لو العيان عنده تخدير كمان مش بنستخدموه لو العيان عنده تندنسي او ميول للنزفة في بعض الحالات زي عيان عنده كرح في المعدة نشطة عيان عنده عيان عنده عيان عنده عيان عنده عيان عنده عيان عنده الحاجات دي مع ما بنديش فيها ماريفان او وارفرين كمان ما ينفعش نديل عيان مش هيعمل عيان مهمل او عيان مش معاه حد يرعاه فمش هيعمل فما ينفعش ممكن يرفع معاه والعيان ينزف فهو مش واخد باله كمان في حالة عيان عنده ارتفاع شديد اوي في ضغط الدم ومش مستجيبه بتاع ما ينفعش نديله عيان عامل اللي هو عامل بس لنخاع او واخد عيانة من الكبت في منطقة مش هنعرف نتحكم في النزفة بتاعتها او اي حاجة مش هنعرف نتحكم في النزفة بتاعها ما نديش ماريفان طب تعالوا نعرف شوية تحذيرات او مواقف معينة للماريفان لو عيانة بتردع تاخد ماريفان ولا لا تاخد الماريفان مش بيعدي لبن الام ولو ان الشركات المصنعة بتحذر شوية لكن مفيش مشكلة تاخد عيان عنده رينال او هباتيك بيرمنت يعني عنده فشل او ضعف في وظائف الكلى او وظائف الكبد مفيش توصيات ان احنا نقل الجرعات ولا حاجة لكن نراقب العيان ده كويس ونعمله مونيتورينج بشكل اكبر عشان الاي ان ار بتاعنا ممكن يطلع او ينزل بشكل اكبر فلازم نتابعه بشكل كويس جدا عيان كبير في السن اوي ابدأ معها بجرعات اقل شوية واتابع الاي ان ار بشكل اكتر من الناس العاديين طيب بالنسبة للاطعمة العيان هيكل ايه وما يكلش ايه مفيش توصيات سارمة بالطعام بالنسبة للعيان اللي بياخد ماريفان لكن يفضل ان العيان ياخد اكل فيه كميات سابتة ومعقولة من فيتامين كاف ويبتعد عن الطعام اللي فيه كميات كبيرة من فيتامين كاف زي اللي في الصورة قدامك ده يفضل ان احنا نبعد عنه لان فيتامين كاف زي ما قلنا يعتبر مضاد للماريفان وممكن يقلل تأثير الماريفان اما الكحوليات وحاجة زي العصير الجريب فروت فالحاجات دي ممكن تزود تأثير الماريفان فبرضو نبعد عنها طيب وبالنسبة للادوية ايه هي الادوية الممنوعة اللي بتزود التأثير وبتقلل للتأثير الحقيقة ان الادوية دي كتير جدا عشان كده بقولك استخدام الماريفان بيقل بسبب حاجة زي كده فيه ادوية كتير ممكن تزود تأثير الماريفان وادوية كتير تانية ممكن تقلل تأثير الماريفان من كل انواع الادوية مضادات حيوية مش عارف ايه اي ادوية تقريبك وطبعا صعب اقول الحاجات دي كلها هنا فانا هسيب لك الصور دي وهسيب لك روابط للادوية دي في المصادر تحت اسفل الفيديو والمفروض العيان بتاعك لو هو ماشي على ماريفان وهتبدأ تدي له دواء جديد تدخل وتشوف الدواء الجديد ده ينفع مع الماريفان ولا لا بيزود تأثيره بيقلل تأثيره وكمان ترائب العيان بتاعك طالما بدأت دواء جديد وكده هيبقى خلصنا كلامنا عن الوارفرين او الماريفان ان شاء الله الحلقة الجاية هنكلم فيها عن مضادات التجلط الجديدة اللي بنسمع عنها دلوقتي زي الريفروكسبان والإيبكسبان والحاجات دي وبعد كده هنعمل حلقة ان شاء الله عن الكلينيكل ازاي نختار كل نوع كده والمدة والحاجات دي لو عايز الكلام ده برضو كتبلي في التعليقات وفي النهاية احب اشكركم متنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم